موسيقى بالخير والرحمة جاء الإسلام ليبني الفرد والمجتمعات وليصنع الحضارات وبعد عصور من الازدهار بالعلم والمعرفة ومكارم الأخلاق تعيش الأمة اليوم حالة من ضعف سياسي واقتصادي وتشريعي واجتماعي واستضعاف من قوى عظمى وصل حد انتهاك المقدسات والاعتداء على الحرومات ولطالما كان للعلماء الدور البارز لسنهاض الهمة وإعادة بناء الأمة إذ تخطى دورهم الموعظة والتعليم إلى الدعوة للإصلاح السياسي والاجتماعي ووحدة الصف والوقوف بالمرصاد للعدو الظاهر الجلي والآخر الذي يحاول دس السم بالدسم ولمناقشة حالة الاستضعاف التي تعيشها الأمة وبحث سبل معالجتها وكيفية رص الصفوف والتصدي للدعوات الهدامة أنا رائد المصري على موعداً مع الداعية والمفكر الإسلامي أبو زيد المقرأ الإدريسي ولد الإدريسي في براكش عام 1960 لأسرة معروفة بالعلم والصلاح وحفظ القرآن الكريم على يد والديه تلقى تعليمه المدرسي في مدينة جديدة ودرس الأدب العربي في جامعة محمد الخامس بالريباط عمل أستاذاً للأدب العربي والليسانيات في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء حصل على الجائزة العالمية لخدمة العمل الإسلامي فرع خدمة القرآن الكريم عام 2009 اختير عضواً في رابطة الأدب الإسلامي العالمي وعضواً في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محاضر في الفكر الإسلامي والدراسات القرآنية والعلوم الشرعية والفقه السياسي ومشاريع النهضة تبوأ عدة مراصب في حزب العدالة والتنمية المغربي وانتخب نائباً في البرلمان المغربي لخمس دورات متتالية وأصدر سبعة عشر مؤلفاً منها القرآن والعقل قضايا سياسية أفهم القضية الفلسطينية والخطابة الدعاوي أهلاً وسهلاً بك أستاذ أبو زيد وأبدأ معك بالحوار مباشرة البداية ستكون مع الأحداث الأقرب وهي أحداث المسجد الأقصى المبارك التي تتكرر منذ سنوات طويلة وفي شهر رمضان المبارك على وجه التحديد أين يقف العالم الإسلامي اليوم؟ أين تقف الأمة الإسلامية من هذه الأحداث؟ وكيف تتفاعل معها كما تشاهدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الأحداث المؤلمة التي كما ذكرت أصبح الصهاين من عشرين سنة يتعمدون إذلالنا وإذاءنا بها في شهر رمضان خصوصاً وأيضاً لمحاولة تقليل عدد الوافدين على المسجد الأقصى في أفق تحويله لا قدر الله بعد هدمه إلى هيكل هذه الأحداث أصبحت الأمة الإسلامية على المستوى الرسمي سنة بعد سنة تقدم ردود فعل ومواقف ضعيفة جداً وخصوصاً الجهات التي تورطت في التطبيع قبل عشرين سنة كانت مثل هذه الأحداث تستطير اجتماعاً طارئاً لجامع الدول العربية اجتماعاً طارئاً لمنظمة التعاون الإسلامي تشديداً لللوب العربي في مجلس الأمن على عقل جلسة خاصة وإدراجها في جدو الأعمال الآن كل هذا تبخر لكن بالمقابل الموران الشعبي الحراك الإيماني التضامن الإسلامي على مستوى الشعب وفي التصور الإسلامي الشعب والأهم لأنه في تاريخ الإسلام الأمة أقوى من الدولة الآن رغم كل الحدود والقيود ورغم أنه الشعوب ليس بيدها إمكانات كثيرة لتغيير الوضع مادي الآن لكن هذه الشعوب تتحرك تتفاعل تتظاهر تتبرع وأيضاً الشعب الفلسطيني سواء ذراعه الجهادية أو ذراعه المدنية الأهلية تتحرك بقوة أكثر بحيث يمكن أن نرى نوع من التوازن ما بين التصعيد الصهيوني الأرعن الذي يقوده اليمين المتطرف والذي رمزه الآن بن يمين نتنياهو ومن معه في هذه الحكومة المفلسة ومن جهات الأخرى هناك المقاومة وهناك الصمود وهناك العملية الفدائية الآن التي رجعت داخل الدفة الغربية بعد أن قضى عليها التعاون الأمني والتنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل فنحن نشاهد تصعيد من الجهتين وموران من الجهتين يبشر من جهة بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني ومن جهة أخرى يبشر ببدء انفراجة الأمة في اتجاه أن تأخذ قرارها بيدها طيب هل هناك مقياس يمكن اعتماده لقياس حساسية المسلمين تجاه ما يحدث بقضاياهم المركزية عموما أو قضاياهم المهمة والمركزية خاصة القضية الفلسطينية وقضية القدس وقضية المسجد الأقصى المبارك المقاييس الموجودة الآن كلها التي هي مقاييس فاعلة مقاييس شعبية لا توجد مقاييس رسمية لا توجد دول تراجعت عن التطبيع لا توجد دول أغلقت سفارات إسرائيل فيها لا توجد دول قاطعة إسرائيل اقتصاديا حتى كلمة المقاطعة صارت مضحكة والتي قرار لمكتب قائم اسمه مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية في جامعة الدول العربية لكن على المستوى الشعبي الدعاء لهم في صلاة التراويح بالملايين المظاهرات وإن كانت محدودة لحد الآن لأنه بعد كسر الربيع العربي وبعد الخريف العربي وبعد كوفيد 19 ضعف الحركة الشعبي على مستوى الاحتجاجات الجمائرية مستوى التبرع لهم مستوى التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي قوي جدا مستوى رفض التعامل مع الصهاينة عندما يأتونا سياحا ما حصل لقناة تلفزيونية إسرائيلية غير محصوبة على الجهات الرسمية في مونديال قطر بيّن كيف أن الناس عندهم رفض عجيب جدا لأي شيء اسمه إسرائيل أو الصهاينة آخر تصريح لإسرائيل عن دولة طبعت مؤخرا قالت هذا التصريح الرسمي يقول لقد طبعت معنا الدولة مشكورة ولكن الشعب الذي تمثل وادي الدولة يرفضنا لأنه منحازن لفلسطين طيب أستاذ أبو زيد تحدثنا عن ثلاث أضلاع ربما للعالم الإسلامي الشعوب الإسلامية الأنظمة الحاكمة في الدول المسلمة وأيضا الهيئات والمنظمات الإسلامية عندما نتحدث عن الأمة ما الذي نقصده من هذه الأضلاع الثلاثة الأمة في تصور إسلامي انطلاقا من رؤية القرآن الكريم هي هذا الكيان الجامع الشامل الموحد للجماهير والنخب والسلطة ولهذا قول الله عز وجل وكذلك نجعلناكم أمة وسطة يبين أنه لا بد من حضور هذه الأطراف الثلاثة حتى تكون الأمة أمة لأن الوسطية أولا شهادة الوسطية خيرية الوسطية شهود لتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدة لا شهود بدون حضور لا حضور بدون قيادة وريادة وسيادة كما قال البروفيسور عبد السلام في سياق أن الوسطية شرط في الخيرية والخيرية شرط في الريادة فلهذا ما لم تقوم هذه الأضلع الثلاثة بالتعاون فيما بينها لا نتحدث عن أمة الأمة هي مجموعة أفراد الأمة الإسلامية زائد مختلف الطوائف والتوجهات والنزعات إذا لم تكن متشاكسة زائد الأقليات الإسلامية في العالم كله زائد من مع المسلمين في بلاد المسلمين من غير المسلمين والذين أحيانا يحضون بالتقاء أحيانا يوزرون يحمون يتعاون معهم شرطا أن لا يخونوا فهذا هو مجموع الكيان البشري للأمة طيب أستاذ بوزيد من وجهة نظرك الآن هذا التصور النظري إذا أسقطناه على الواقع الحالي هل ينطبق عليه أم لا للأسف الشديد لا ينطبق رغم أن هناك مؤشرات ومبشرات مثلا هناك مؤشرات مصالحة في بعض الجهات هناك مؤشرات وعي وانتفاضة في وجه الإدلال الغربي لكن هذه مؤشرات إلى حد الآن غير كافية لماذا؟ لأننا نعيش وضع تفكيك هذه العناصر الثلاثة هذه الزوايا الثلاثة للمتلت منذ ما جاء الاستعمار الاستعمار كما قال المفكر السوري بورهان غاليون بأنه جاء لكي يحطم الدولة في اتجاه الأمة ويحطم الأمة في اتجاه الدولة وكتابه محنة الأمة العربية الدولة ضد الأمة هذا الذي هو عبارة عن دروس ألقاء في كوليج دفرانس لمدة سنة كاملة يبين هذا لأنه يبين كيف أن الدولة وضعت في وجه الأمة اليوم اختيارات الأمة ضد التطبيع اختيارات الأنظمة مع التطبيع اختيارات الأمة ضد أنها بخيراتها واستتباعها واستلحاقها بالمعسكر الأمريكي الخيارات الأنظمة بالضغوط والديون والديلية والحرص على الكرسي والاستبداد في الاتجاه الآخر هذا التضاد ما الذي يمكن أن ينتج عنه هذا التضاد ينتج عنه ضعف وخورون وتنتج عنه تمردات وفاورانات مثل الربيع العربي وردات عليه مثل الخليف العربي ونحن نعيش حالة حمى مثل جسد يعاني من أمراض والحمى تعبر عن هذه الأمراض لكن هذه الحمى علم أن الجسد حي أنه يألم أنه يشعر أنه يعاني أنه يواجه أنه يتعافى هذا هو الذي والذي أنا طرحت في كتابي قضايا السياسية مشروع للمصالحة سميته المصالحة العاجلة الشاملة من أجل أن تتقارب المكونات التي ينخب التي صارت معزولة والأنظمة التي صارت شرسة فقط ضد شعوبها والشعوب التي تتمرد أحيانا بطريقة سليمة وأحيانا بطريقة سليمة فتظهر ضواهر عنف أو ضواهر غلو أو ضواهر انعزال للأسف الشديد النهضة الإسلامية التي يتغنى بها يتحدث عنها كثيرا ما هي المحددات والشروط التي يمكن أن تقوم في إطارها؟ هناك من يربطها بمواكبة التكنولوجيا الغربية أو ما يسمى الحضارة الغربية هناك من يربطها بالعودة إلى الأصول والتراث هناك اتجاهات وتيارات مختلفة أو تصورات لهذه النهضة من وجهة نظرك أستاذ أبو الزيد كيف يمكن أن تكون؟ مشروع النهضة الإسلامية الآن صار فيه تراكم ضخم ونجز كافي يحتاج فقط إلى اجتماع النخب واتفاقها على أرضية مشتركة تنطلق من هذا التراث الخسب هذا التراث بعدها مع مالك بن النبي ومر إلى علي شريعتي وإلى علي عزة بيغوفيتش ولا أقول انتهاءا ولكنه وصل إلى عبدالله المسيري هؤلاء المفكرون كتبوا كتابات درسوا في جامعات وضعوا نظريات عقدوا مؤتمرات أهم مؤتمر كالمؤتمر القاهرة حول الانحياز نظري للانحياز الحضاري الذي نضمه عبدالله المسيري وشارك في حوالي ستون عالما من العالم الإسلامي كله مالك النبي وهو مؤسس كل هذا التوجه وضع ثلاث شروط أو ثلاث عناصر لهذه النهضة وهي الإنسان والأرض والفكرة والإنسان الموجود وهو الإنسان المسلم الذي قبلته واحدة وربه واحد وكتابه واحد ونبيه واحد وقرآنه واحد ولغته العربية واحدة الأرض واحدة ممتدة 22 مليون كيلومتر من ساحة العالم الإسلامي أكبر من ساحة القمر ويملك أكبر مضايق ويملك أكبر تروات الفكرة موجودة هي المشروع النهضة والإسلامي بكل عناصره فقط المسألة ليس لها علاقة بالتكنولوجيا أو بالتقدم العلمي هذه الأمور تأتي تباعا تأتي تلقائيا كما حصل في تجاري الأمم الأخرى الأمم الأخرى النهضة الأوروبية لما نشأت القرن السادس عشر ما كان عندهم أي تكوين علمي ولا أي تفوق تكنولوجي وكانوا عال على العالم الإسلامي لكن لما توحدوا في وجهتهم ونهضوا جاءت هذه الأمور تباعا جاءت التورة الصناعية كنتيجة طبيعية ثم التورة التكنولوجية كنتيجة طبيعية ثم الامتداد الأمبريالي كنتيجة تلقائية لكل هذا فنحن ممكن أن نمشي لأن هذه السنة تجري عليهم وتجري علينا يعني الأوروبيون يعني يتحدث دائما عن أن أوروبا لم تخرج من عصور الظلام إلا بعد أن تمردت على الدين تمردت على الكنيسة هذا يراد أن يستنسخ في العالم الإسلامي يستنسخه بعض الأشخاص ويتحدثون عن ما يسمونه تجديد الخطاب الديني الذي يصل في بعض الأحيان إلى الضرب في الأصول والثوابت كيف تعلق على هذه النقطة أولا لابد أنه صحيح معلومة لأنه من نوع من الصفصة الغرب نهض لأنه افتك نفسه من الكنيسة ولكنه اعتمد على العلوم التي قامت عند المسلمين على الإسلام فالصراع هو مع الكنيسة وليس مع الدين لأن الدين ليس بالمطلق عائق ضد الحرية وضد العقل وضد النهوض وضد التفكير الحر وضد كرامة الإنسان وحقوقه ودوره الإيجابي في الحياة ثانيا تجديد الدين وتجديد الخطاب الديني لن يكون صالحا في أي أمة وليس عندنا فقط إلا إذا كان من الداخل بشروط داتية هو تجديد الدين أستاذ أبوزايد أم تجديد الخطاب الديني يعني هل الخطاب الديني الإسلامي بحاجة إلى تجديد أم أن الدين نفسه بحاجة إلى تجديد لأن هذه المسألة مبهمة وتجديد الدين تجديد الدين إذا كنا نقصده بالتدين وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل ما أتسان من جد لها دينها وفي رواية أمر دينها أي دينها كيف هي تتدين أما الدين تابت علي عزة بيكوفيتش رحمه الله الرئيس البوسني كتب كتاب من أعظم الكتب في تجديد الخطاب الديني وكتاب الإسلام بين الشرق والغرب وكتبه في القرن العشرين ولكنه في الحقيقة هو فلسفة القرن العشرين وقال في مقدمة لن أجدد شيئا من الدين فالدين انتهى مع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن سأجدد خطاب هذا الدين وخاصة أني أريد نخطيب به الشرق والغرب كانت شيعية لدك ما زالت موجودة والحرب الباردة كانت قائمة اليوم نتكلم عن جديد الدين إذا قصدنا التدين أي أمر دينها أو دينها أما الدين تابت في مكانه لماذا؟ لأن التجديد حتى خارج المنظومة الإسلامية لكي لا نتهم بالتعصب لديننا الإبستيمولوجيا هي الضابط العلم الضابط لقضية التجديد والإبستيمولوجيا كيف فهمه كارناب كيف فهمه نوعام تشومسكي كيف فهمه أوغست كونت أنك صاحب القطيعة الإبستيمولوجيا الأكثر تطرفا في العلاقة بين القديم والجديد وأوغست كونت قال إن القطيعة لا تكون إلا بنوع من الاستمرار لما جاء ستيفن هاوكين ينتقد نظر النسبي عند أنشتين قال هو انتقاد يستمر بكل جوهر النظرية الأنشتينية وقال إن أنشتين نفسه استمر بجوهر نظرية الفيزياء الكلاسيكية عند نيوطن فهدف العلم الإبستيمولوجيا شاهدون عليه في تجارب الأمم ما كانت النهضة الأوروبية إلا بالاعتكاف على علوم المسلمين وإحياء علوم اليونان فلماذا سنكون نحن خارج هذه القوانين التي وضعها الله للناس جميعا تجديدنا أيضا نحن ينطلق من قواعد كلية أولا تثبيت التوابط الدين وأصوله ونصصه وتوابط القطيء والاجتماع عليها ثانيا التجديد في طرق الاستدلال والاستنباط أي ما يسمى الاجتهاد ثالثا توحيد نظر المقاصدية التي هي البوصلة ورابعا توفير الأدوات للمعاهد العلمية وغيرها أستاذ أبو زيد غالبية إن لم نقل كل من يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني لا يعنون هذا المعنى الذي يفضل بذكره هؤلاء لا يمثلون لماذا لا أريد ذكر أسماء لكن أنت تعرفهم أكثر مني في سوريا وفي مصر وفي المغرب هؤلاء يمثلون خطابا صليبيا استعماريا معادي للإسلام لكن يرفع لافتة تجديد الدين ودليلي هو المآلات دائما فقه المآلات والمهم إلى أي شيء ينتهون إلى تحليل كل محرمات الإسلام إلى التماهي مع كل قيم الغرب ستجد تجديد الخطاب الديني وانتقاد مواقف فقهة والتشدد في الشريع لينتهي إلى إباحة الربا وإلى إباحة الزنا وإلى محاربة الحجاب وإلى التطبيع مع التطبيع هذه هي رباعية خطاب تجديد الديني التفلت من قيم الأخلاقية التفلت من الضوبيت الشرعية إلغاء الجهاد في مواجهة الاستعمار والاحتلال والتطبيع مع العدو الصهيوني أنا استمعت لكثير من المحاضرات من هؤلاء تجديدين وقرأت كتبهم دون ذكر أسماء يأتي بقواعد أصول فقه وما زال يتلاعب بها حتى يصل إنه في هذا الزمن الخمر حلال الحجاب ليس واجبا التطبيع ضروري الربا ممكن فإذا في نهاية المطاف هذا ليس جديدا المفارقة وكتبته هذا في كتبه هذا هو عين التقليد أن تدعو إلى تجديد ينتهي بك إلى تقليد الاستعمار الغربي والهيمنة الغربية واتباع النموذج الغربي طيب أستاذ بزيد أريد أن أعود معك إلى النقطة التي أثرتها قبل قليل وهي نقطة الوسطية هناك من يقول إن الإسلام هو دين وسطي وهناك من يقول إن الأمة المسلمة هي أمة وسط وليس الإسلام بذاته كدين يوصف بهذه الصفة لو تعلق لنا على هذه النقطة من فضلك لا مما حكت في الاستراح المسلمون وسطيون لأن دينهم وسطي وخذها مني نسبها إلى الإسلام أو إلى المسلمين الإيمان في الإسلام وسط بين الخرافة والإلحاد التوجه العام الإسلامي وسط بين المتعلقين بالرهبنة والمتعلقين بمتاع الدنيا الإسلام قدم وسط في كل شيء للمسلمين على مستوى التوجيهات حتى الجزئية حتى في نبرة الصوت وأنت تعبد الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بنا ذلك السبيلة حتى في الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطك إلى البسط فتقعد مليون محصورة في العبادة في الإنفاق في التوجه في الإدراك أنا أسأل هذا السؤال أستاذ أبو زيد لو تسمح لي لأن وقتنا يكاد ينفد لأن هناك من يستخدم هذا المصطلح أو من يشغل بهذا المصطلح لكي يقولب الأحكام الشرعية وفق قوالب معينة هو يريدها الوسطية عندهم هي اللين واللين عندهم والتفلت والتفلت عندهم والاستسلام والعدو والاستسلام لهيمنته التشريعية والقانونية والعلمية الوسطية لا علاقة باللين الوسطية للحكمة أوسط الشيء في الإسلام أعدلوه وأعلى وأشرفوه وأحسنوا والوسطية هي اختيار اللين وقت اللين والشدة وقت الشدة أشد صحابتي وصفا باللين حتى وصفها بالضعف أبو بكر الصديق هو الذي اشتد في أمر حرب المرتدين هو الذي أنفد سرية أسابة بن زيد إلى فلسطين إلى بئر السبوع هو الذي تشدد في أمر جمع المصحف بالعكس الوسطية إنما يراد بها عند البعض الذهاب باسم اللين والرفق إلى التخلي عن حق الدفاع عن النفس وواجب الاستقلال بالدات ومهمة رسالة الإسلام وهذا لا علاقة بمعنى الوسطية الوسطية هي حسن الاختيار الوسطية مثل الذي يقود سيارة أو يقود سفينة أو مركبة فإنه يتحرك بها مرة يمين أو مرة شمالا من أجل هدف واحد وأن يكمل طريقه في الاتجاه الصائب وفق البوصلة التي يرسم بها سفره من أجل الوصول إلى غايته كل هذه الأفكار التي تحدثنا عنها إذا أردنا أن نضعها في قوالب قابلة للتطبيق أو إذا أردنا أن نضعها في متناول أيدي الجمهور ما هي الوسيلة الأفضل من وجهة نظرك الوسيلة الأفضل هي المؤسسات حتى قضي جديد دين اليوم ما عاد ممكن تجديد بفرد من يجدد لها تحتمل فردا وجمع اليوم نحتاج مؤسسات وبعضها موجودة المعهد العالمي لفكر الإسلامي أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أو حتى المسيخات القديمة كالأزهر التي يظهر فيها أحيانا من يقوم بتجديدها من الداخل ويبدع داخلها في الشق الرجالي والشق النسائي في الشق الاجتهادي في الشق الأكاديمي بعض الجامعات الإسلامية جامعة كولاننبور كناموديا جامعة فيرجينيا هذه مؤسسات موجودة تحتاج فقط أن تنسق فيما بينها وعندنا رابطة اسمها رابطة الجامعات الإسلامية لكي تؤسس هذه الهياكل المعرفية البحثية العلمية التي تجمع الأمة على مشاريع نحن مرة مرة يطلع علينا مجموعة من العلماء الأوروبيين 60 توقيع 70 توقيع من أجل غزو العراق لتوقيف الحرب على فيطنام من أجل تبرير الشدود الجنسي نحن بالمقابل أننا علماء ممكن يجمعون توقيعات على خطة على تصور مثلا أنا كتاب التطبيع بين ضرورات الأنظمة وخيارة الأمة لمحمد المهدي شمس الدين رحمه الله المفكر الشيعي الكبير في لبنان أعتبره أرضية لنوع من التوافق بين الحكام وبين الشعوب على مشكلة التطبيع التي صارت قهرية بالاستلحاق والمديونية والتبعية والتوريط المخابرات للأنظمة وصارت بالنسبة للشعوب جحيما وخيارا انتحاريا لا يجتمع أمة على ذلك هل يمكن أستاذ ابو الزيد أن تعطي الأنظمة الفرصة لمثل هذا أن ترخي قبضتها عن هذه المؤسسات أو عن التمويلات على وجه التحديد التي يمكن أن توقف هذه المؤسسات على رجليها بشكل جيد إذا فهم الحكام أن أنفسهم في خطر وأنظمتهم في خطر إذا لم يكن عندهم داعم أهلي داعم من الشعوب أحيانا يضطر الحاكم إلى موقف اضطراري مضغوط لأن عليه مجموعة من المحكمات من المديونية والتهديد الاستخباراتي إلى آخره فإذا لم يكن له ظهر يسنده هو على أن يفهم أن هذا الظهر الذي يمكن أن يعتدر به وأن يلجأ إليه وأن يحتمي به لاحظ الصورة المقابلة كلما أراد رئيس وزراء إسرائيلي أن يتفلت من التزام يعتدر بالضغط الشعبي بالرأي العام بالكنيسة بنتائج الانتخابات بالجولة القادمة بصندة الاقتراع نحن إذا فاهم الحكام أن هؤلاء إذا اختلفوا معهم قليلا وانمازوا عن خطهم واتخذوا مواقف راديكالية في قضايا العلاقة مع فلسطين والتطبيع والاستقلال المالي والعالمة ومواجهة قررت الأمم المتحدة بتجاه الأسرة وغيرها فإن هذا سند لهم إذا فاهموا هذا يمكن أن يقع تاريخي ما حصل في أوروبا سنة 1648 عندما اجتمع تجمع الأنظمة الأوروبي على متاق شرف وتفاهموا فيما بينهم ووضعوا حدا للكنيسة ووضعت الكنيسة حدا له وأخذ كل واحد مجاله كل مالك حدد جغرافيته والكنيسة أخذت السلطة الروحية لا نستطيع نحن أن نكون ونحن أمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة نحن أمة تعالوا إلى كلمة سواء نحن أمة واعتصموا نحن أمة ولا تفرقوا ألا نستطيع نستفيد من تجارب الآخرين ويكون عندنا متاق شرف يذكرنا بالمقنا كارتا البريطانية أو باتفاق 1648 الأوروبي نحن أيضا أمة كان عندنا علماء يفاوضون حكام ويراوضونهم في بعض الأمور عن أوسط الحلول ويناقشونهم ويصلون لمواتيق وتأسست في تاريخ معين كالدولة العثمانية مجالس منتخبة لعلماء مستقلين كانوا يفاوضون السلطان وكانوا يمتلون سلطة موازية للسلطان يدخلون معه في حوار وتفاهم من أجل الوصول إلى نقطة وسط في قضية من القضايا المختلفة فيها الشائكة والحريجة طيب أستاذ أبو زيد إذا نظرنا إلى المشهد على خريطة العالم هناك نظام عالمي يعني مكينة ضخمة تعمل وفق هذا النظام ألا يمكن أن يكون هذا النظام عائقا أمام الوصول إلى النقاط أو النقاط الأولى من المشروع الذي تفضلت بالحديث عنه هو عائق عمليا اليوم لأنه كل الاتفاقيات تمرر على كل دولة دولة يفرض عليها في مرحل أولى التوقيع الأولي ثم يفرض عليها تصديق البرلماني ثم يفرض عليها رفع التحفظات ثم تأخذ أجل من سنة إلى سبع سنوات ثم ممكن أن تدخل تحت طائلة مجلس الأمن وفصل السادس أو السابع لكن الأمة الإسلامية الآن فيها هيئة قائمة لماذا لا تفعل عندنا منظمة التعاون الإسلامي وداخل المنظمة هناك هيئة وزراء التقافة هناك هيئة وزراء الأوقاف هناك هيئة وزراء التعليم وهذه هيئة تنعقيد وتجتمع وتسوه مواتيق وأرضيات مشتركة لو أن الأمة الإسلامية 52 دولة 22 مليون كيلومتر مربع محوال طنجة جكرت كما قال مالك بن النبي مانعت وخصوصا أن في بنود الأمم المتحدة نقط ملزمة لإدارة الأمم المتحدة باحترام الخصوصيات والديانات والهويات مما المانع هل تستطيع أمريكا أن تعاقب 52 دولة تملك النافط وممرات الاستراتيجية والمقدرات المادية والتروات البشرية لا تستطيع لكن مشكلتنا نحن في أن هذه الأنظمة فيما بينها علاقة تريبة وتوجه ومراوغة أكثر من علاقة التنسيق إلا مجاملات أمام كاميرات وسائل الإعلام أشكرك جزيل الشكر على تلبيتك دعوتنا الأستاذ أبوزيد المخرأ الإدريسي الداعية والمفكر الإسلامي أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في أستوديو في على موعد الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة